السلام السلام و السلام عليكم موسى الحلو اليوم تكملت القصة يلي حكينا فيها المرة الماضية إذا كنت أول مرة عبتحضرني ممكن تحضر الفيديوهات السابقة لتعرف القصة شلون صارت ومثل العادة قبل ما نبلش حط اللايك هلا مشان ما تنسى ورح نبلش بالفيديو الماضي حكيت شلون طلعت من اليونان على مقدونيا ومن مقدونيا على صربيا من صربيا على كرواتيا ومن كرواتيا على سلوفينيا وقفنا حاليا من نكفي القصة من سلوفينيا تاني يوم قلنا بسلوفينيا حجزونا باصات وطلعنا فيهم على النمسا وصلنا على النمسا كانت الدنيا بياض تلج وبدأت معاملة الشرطة تتحسن معانا يعني بتحس بالفرق لما تكون انت بدول مثل دول بلقان وبتوصل على النمسا أخذونا بالنمسا على كم أو مجمع ونيك أكلنا لأول مرة بعد أسبوع كامل طون وساردين وبنادورا واجبة صخنة أنا كنت حتى شبعاني يعني رغم عن ذلك لأنه ما عدت كان مادا خلا شي صخن من فترة عدل قهوة تشاي فسترحنا بالكم هدا والتجمع لكذا ساعة وبعدها حجزونا قطارات من النمسا على ميونيخ رحنا على محطة القطارات كانوا حاجزيننا بقطارات مرتبة شكله مثل الطيارة هو الـ HCA كنت أول مرة بركب الـ HCA وهيك مبهرت فيه لشت أحس هيك براحة نفسية انه هو في تطور بشينا به القطار على ألمانيا وبلشنا نشوف جمال النمسا بلش الواحد يشوف الجمال تبع أوروبا تفسيتك بتتغيّع تلج بكل مكان بيوت خشبة صغيرة وجبال وديان شي رائع لحد ما وصلنا في محطة القطار كان فيه ناس عم يستنون وهن اللي أخدونا على كامب عسكري بألمانيا كان هو مطار عسكري نبنا ليلة بهذا المطار العسكري كان مقبولي تاني يوم أخدونا وقالونا لازم تطلعوا الترانسفير على مدينة تانية فاطلعنا ورحنا على مدينة تانية كان الكمب اسمه هلينجن بلينجن هلينجن فلينجن ما بعرف اسم غبي مثل الكمب ومثل المدينة ومثل اللي موجودين بالكمب بالوط اللي دخلنا فيه على الكمب فتشونا اذا في معنى شي فتشو اذا في معنى شفرات حلاق وهيك شي أو أسلحة هذا القصة غريبة شوي مسألنا ليش الإجراءات هي هيك متشددة فخبرونا أنه هذا الكمب هو قمة الإجرام في كل أنواع المخدرات الجنسيات المتواجدة من كل بيقاء على الأرض أفغانستان إيران أفريقيا عرب أجانب كله فتنا لجوه وشفنا الشي بعيننا ناس واقفة هيك كل 3 أو 4 على زاوية كأنك بيت على سجن وين فتنا؟ محل ما بتنام العالم كان فيه كونتوبلاكات بتفصل بيناتهم يعني انت بتسمع الطرف الثاني والطرف الأولاني وهني بسمعوك والقصة شربت عدس المهم إلنا يلا منشوف بلك الوضع يتحسن بكرة فتنا والوضع كان مأساوي يعني حتى كنت بدي أشحن تليفوني لازم أستنى على دور كان في وصلة كهرباء مدورة في خمسة للست جكات وني بدك تستنى لحتى تشحن تليفونك أهلا لا طلعت أوروبا مو متل ما كنا متخيلين المهم مجبورين نمنا ليلي بهذا الكامب وتاني نهار أنه اللي بيحب النبي يخلي وين تضلب هيك كامب؟ لعما بيقلب الكمب حمدته حموصة حموقة وكله بتاع ايه معاك حاجة مشان هيك تاني نهار اللي بيحب النبي يخلي رحنا أنا و أغلب العيل حجزنا تيكتات قطار وكل واحد طلع على جهة لأنه في نسبة من الناس أصلا ما بده تضل بألمانيا أنا كنت واحد من الناس ناس سافرت على بلجيكا ناس سافرت على الكسونبورد ناس سافرت على السويد بس النسبة الأكبر ضلوا بألمانيا أنا وجهتي كانت بريطانيا بسبب اللغة الإنجليزية وقلت مشان ما أتعذب وأطول خلص ونيك بتتعلم للإنجليزية كم شهر بتسوية بيرفكت بعدين تبلي الشغل أو دراسة أو ما إلى ذلك بس للنصيب كنت بدي أزور رفيقي هون بألمانيا فحجزت بالقطار على مدينة مونستر على جان ونيك استقبلني لأسبوع رواء حمام مي صخنة قاعدة بالبيت مرتبة غرض نظيف تحس بالفرق وأنا كنت صراحة بدي أريه يعني قبل ما أرجع على موضوع اللجوء وكمبات وهون وهون قلت شوية الواحد يعيش له أسبوع زمن هيك رفاهية فعادت بالأسبوع والله عشت سياحة بألمانيا أكل بالمطاعم مشاوي ما مشاوي على المحلات العربية كان الوضع رواء خلصت هاد الأسبوع وطلعت على مدينة اسمها زار بروكن هونيك كان في كامب اسمه ليباخ سلمت حالي فيه لأنه قالوا للإجراءات أحسن طبعا هوني فيه شغلي عند السوريين بس تطلع خبرية بتنتشر عند الكل وقالت لي رحت أنا سلمت حالي ما ضل واحد بألمانيا أكلها إلا ما سلم حاله بليباخ لهيك العالم اللي سلبت حاله جمعوهم كلها تنورجعو وزعوهم على ألمانيا فأجا نصيبي أنا بمدينة اسمها ترير هونيك بكمب اسمه هرمسكايل عطوني تيكت القطار ورحت على هرمسكايل نزلت قدام الكمب ونزل معي كم واحد مبيني كمان سوريين مثل حكايتي هو الطريق هيك كله تترك ناس تتعرف على الناس تانين ترجع الناس اللي تعرفت عليهم بيروحوا تتعرف على الناس غيرهم بس المهم صرنا الرفقة أنا وهدول الناس اللي تعرفت عليهم علموني عالتريكس مش هين هيك لعبي زبالي بس سموني ملك التريكس للصراحة لأنه كنا كل يوم نلعب تريكس وأخسر فتنا عالكمب مع العيل التانية ولا فيه خيم من أول وجديد إلنا خلصنا من المعاناة على الأساس لنرجع لهون فوت على الخيمة فأخدونا السيكوريتي إنا لهم طلعوا علىنا إذا بدك تحطنا مع أفغان ومع إيران ومع مدري وين وصل لك خمس دقائق وتعال شيلنا لأنه راح نسوي مشاكل بدنا هيك نتبلع العالم أنك ما خرج تعيش مع حدا ما بتعرف لغته عاداته غير عاداتك وتيجي تنحط أنت ويا بمكان لا أنت حاب تكون فيه ولا هو حاب يكون فيه فبدأ تصير مشاكل شان هيك الأزبط كان أنك تضلك مع سوريا أو مع عرب على الأقل هو هاد السيكوريتي كان سوريا الأصل فتفهم شوي وسمعني واحد من الشام عباحكي هو بيشتغل من المطبخ معهم بيساعدهم بسو لاجئ فسمعني هيك قال لي وين ها؟ من وين أنت؟ قال له أنا من حلب ريف حلب منبج قال لي تعال هون ما تخاف قال له للسيكوريتي عندي أخذنا الزلمة هو طولها زعيم الآووش تبع الخيمة مدري أبو إيش كان بس هيك زلمة هيك ناصح شوي أخذنا ورحنا وبلش حطولي هالعيلة بالخيمة هاي وهي العيلة حطولي اياه هون مهم علم بزبط كل العالم مزبطلون أمورون أما قال لي أنت يا وين عيلتها؟ قلت له والله والله ما عندي عيلي أما قال لي تعال أنت على العزبية محسوب والله الزلمة هو مزبط لحاله خيمة خمس نجوم سارق شريط كهرباء مشان يشحن التليفون إمتى ما بده ايه بالكمب اللي عنده شريط كهرباء مثل اللي عنده شاليه على شو اسمه هاي؟ هاللي عنده بالكمب شريط كهرباء مثل اللي عنده شاليه بمرسين أقعد ياوات بركنا بهالخيمة يوم يومين بلشوا يطلعوا العيال من الخيم على المباني في العيلة تاخد غرفة أو ياخدوا عيلتين بغرفة وحدة بس محسوبك ضل بالقاوش مع زعيم القاوش علي الحلال مثل السجن بالزبط اجت المسؤولة بعد ما طلعوا العالم صارت تترتب التخوت والخيم وتاخد الشراشف أنا بما أنه ما عندي شي صارت أساعدها رتب معاها بصار بيناتنا حديث قالت لي معك عيلي معك حدا تلأ والله أنا لحالي خبرتني أنه للأسف الأولوية بس للعيال الشباب سيظلوا مبدئيا هون لا لا ايه ما ننساوي أمرنا الله سكت شوي وخبرتني أنه ممكن يعني نغير شوي الموضوع ونقول أنه أنت معك أشخاص هني عائلتك قلت لأ أكيد أنا مين قالك أنه ما معي أشخاص هني عائلتي هلا بروح بجيب حيا اللحظة وبحطلك ياه بدفتر عائلي المهم قديني الغرفة خبرتني جيب حدا وتعال لا أعطيك غرفة رحت على المطعم تبع الكم كان فيه منيك شباب بعرفهم جبناهم ننالوا نتعالوا يلا في غرفة أجو الشباب رقض أنه أنت ما بتعرف رشو معنات غرفة لتكون قاعد برا سجلت أسامينا عطتنا الغرفة رح ننمنع نحن أربعة أشخاص كان فيها أربعة خوط فيها طاولة مكتب صغير فيها خزينة فيها حمامات برا مي صخنة رح نشترينا أغراض مشان نسوي أكل فول حمص اشترينا سخانة ما يصرنا نسوي قهوة على كيفنا سق تماما أنت اللي عبت تابع أنت ما بتحس قيمة الشي لتفقده أنا كنت عندي غرفة وعنا عايشين ببيت بس بتشوف هذا الشي أنه هذا شي طبيعي يعني أكيد يعني ويمدك تعيش لما تعيش أسبوع كامل بالشارع وتجي على غرفة مع أربعة أشخاص كتيرة صغيرة يدوب في محل للنومة بتحسها قصر شعوري بهديك اللحظة لا يوصف وبسوط كتير سعيد عندي غرفة عندي مكان أنام فيه فيه طاولة ممكن تحط عليها فنجال القهوة الصبح تدرس عليها مكان دافي شعور تاني لهيك كون ممنون كون ممنون بالمحل اللي انت فيه وتحمد ربك على هاي النامة فيه كتير ناس حاليا بالخيم بهالأجواء قول الحمد لله قول الحمد لله على النامة هذا هو تعليق اليوم الحمد لله على النامة كنت أني صارت طمطر بس راح نكمل ما راح نوقف اليوم راح نكمل السلافة للأخير بعد فترة بالكمب امرضت راح تحللت بس خبروني أنه لازم أضل بالمستشفى استغرابت أني لازم أضل بالمستشفى لأنه أنا كنت طبيعي يعني ما كان فيه شيء عبي جاءني يعني مغس بسيط بس أجا الدكتور ومعه ممرضين وأخدوني وحطوني بغرفة غرفة مثل الحجر مثل الحجر الصح ممنوع حدا يجي في زورك ممنوع أنت تزور حدا ممنوع التواصل مع أي حدا أهلا وسهلا اجمعاي ليش يا حبيبي مرض خطير مرض خبيس صار ستمية وخمسين ألف سيناريو يلعب رأسي وقلت أكيد أجز مقدز يا حبيبي الله لا يوفقك شكله الموضوع وبالفعل خفت خوف ما خفته بحياتي لأنه أنا فكرت أنه معاي مرض خطير ومحجوز أنت بالغرفة وممنوع تشوف حدا ويشي طبيعي طبعا أنك تسوي مشاكل ها صرت أصيح وفين الدكتور قيبوا الدكتور قال عن أبوك وأبو الدكتور اجه الدكتور تقول له هلا بتقول لي أنا عش معاي بدي أعرف قل لي معك سلمونيلا طلع صاير معاي تسمم وأكل شي غلط ومشان هيك بالأمعاء صاير عندي مشاكل فحكيت مع الدكتور أنه خبرني من الأول يا رجل أنا فكرت معاي شي خطير كنت رح أجن الحمد لله ما كان في شي خطير وبلشت أتأقلم بعد كم يوم على المستشفى بصراحة ما كانت سيئة هي بعد كم يوم حسيت أنه في ناس هي عب تجيب لك الأكل وانتي قاعد بغرفة لحالك وفي واي فاي عب تحضرك اليوم أفلام ختمت الأفلام اللي ما كانت حضرانة قبل وبلشوا أصدقائي من الكم كمان يجيبوا لي شوكولاتة ومنجايات وهنو دلال ليش لا أطلع أنا وفترة وجودي بالمستشفى هناك بعد كم يوم صاروا قاروا يأخدوني أنا مشان ترجمة وصرت أخد مصاري عليها يعني قاعد فعليا أكل شارب نايم وعبيت فعلي مصاري بس للأسف صاروا أطلعتي رحت على الدكتور وقلت له شوف يا دكتور أنا على مسؤوليتك بطلع لكن شكلي رح أمرض مرة تانية مشان ما أطلع أمرض وأرجع أجي خلاص بضلني قاعد هوني لبين ما يجيني الخروج الترانسفير طبع الكم أمو أحس إنو إيه عجبتني القاعدة لايقت لي أمالي طيب ماشي مو مشكلة ما نشوف لأنو كنت حتى رح أفيدوني يعني بيترجمة هاللصاص هاي مهم أعدت بالمستشفى بلطط أجاني بعد الفرز على ضيعة اسمها أرمزهايم تبعد عن مدينة ماينز تقريباً مصة على الأربعين دقائم ضيعة بتجنن بيوت وخضار وكل شي حلو بس ما فيها شباب كلها من الخمسين أخو ما بتشوف شباب على الخالص أنا كنت أشوف الشاب بالشارع أرقض عليه ينهزم هو يخاف مني بس بدي أسلم عليه قال له كات بوسي يا رجل شاب أنت عمرك تحت الأربعين سنة نسوان زلم حي أنت حتتبس يعني حتتباس ضليتني عتمت أكتر بس اليوم ما في خطورة أي بشر حوالينا وبيوت هنخلص الصلافة يعني رحنخلصها عطينا اشتراك إذا ماكم مشترك رشفة من القهوة ضليتني بأرمزهايم تقريباً سنة لحد ما وصلتني لإقامة بعد شي سنة وشوي بس استغلت هاي السنة أني تعلمت ألماني بالبيت وشاركت مع فريق كرة قدم بالضيعة فريق قوي تعلمت كرة القدم بطريقة احترافية أكتر وتعرفت على أول صديق إلي ألماني اسمه كريس وكريس هو أنا لحد الآن من أعز الأصدقاء حالياً هو موجود في بلجكا بعد ما جتني لإقامة فتشت على سكن ولاقيت سكن طلابي مع شابين وبنتين انتقلت على مدينة مينز هون أغلبية طلاب الجامعة بيستأجروا بيت كبير والغرف اللي بالبيت بتتأجر على طلاب تانين شباب بنات حسب أنا البيت اللي قبلوني فيه كان هو شابين وبنتين إما لسه عندي علاقة مع اثنين منهم لحد الآن ووحدة منهم هي من كمان أعز الأصدقاء إلي أصدت كثير بهاي الفترة اللي أعادتها معاهم عرفوني على البلد عرفوني على ناس سجدات تعرفت شلون الألمان بفكروا وصارت كثير أصص أصص خبية وأصص حلوة لو كان بدكم تسمعوا أصص تانية اكتبوا لي المهم بعد ما خلصت اللغة ووصلت لمستويات عالية فيها قدمت على الجامعة على كلية الإخراج والإعلام وحالياً أنا بالجامعة عب أدرس هذا الاختصاص اللي كتير بحبه والله ما أنم علي إني عايش هون وأهلي عاربين علي وبس هي كانت باختصار أصطي مو المهم من كنت المهم من أنت ومين رح تكون لأنه أنت اللي قادر تصنع مستقبلك بإيدك بيعرب بالعالمين طبعاً وبشغلك هالشي صعب بس مو مستحيل بتشكرك لأهتمامك بأصطي لأنك تابعت الفيديو للأخير تبلي تحت إزعج بدك القصة واللي بيحب يشارك أصطي معي يبعت لي إياها وأنا رح أنشراهون لايك وشير وسبسكرايب يلي لسه مو مشترك تصبحوا على خير